السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الدقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول صنعاء تتحدى تهديدات واشنطن بزورق مسير ماذا في التفاصيل قالت صحيفة فينينشال تايمز البريطانية إن القوات المسلحة اليمنية فجرت يوم أمس الخميس زورقا مسيرا في البحر الأحمر في حادثة هي الأولى من نوعها من حيث استخدام المراكب البحرية المسيرة في حملاتها في البحر الأحمر وأضافت الصحيفة إنه على الرغم عدم إصابة أي سفينة بأضرار في انفجار زورق المسير فإن هذا الأمر يشكل تحديا للولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تحذيرها وأحد عشر من حلفائها يوم الأربعاء من القيام بعمل عسكري في وجه القوات اليمنية ما لم توقف الهجمات على الصفن في ممر باب المندب على صعيد آخر شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم والجمعة تظاهرة مليونية كبرى دعما لفلسطين ورفضا للتهديدات الأمريكية والبريطانية التظاهرة التي حملت شعار دماء الأحرار على ضريق الانتصار والتي وصفت بأنها تظاهرة غير مسبوقة رددت فيها شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وتأييدا للعمليات العسكرية اليمنية ضد الأهداف الإسرائيلية والصفن المتوجهة لموانئ الكيان وأكد بيان المسيرة أن شهداء البحرية مثلوا باكورة الشهداء في المعركة المباشرة مع أمريكا وإسرائيل وأن دماءهم لن تذهب هدرا وأعلنت المسيرة الجهزية الكاملة لخوض المعركة إلى جانب قوات الجيش وجدد البيان التعييد الشعبي لعمليات القوات اليمنية كما أكد على الاستمرارية في مقاضعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها وأهابت بشعوب العالم الإسلامي وأحرار العالم تفعيل هذا السلاح نصرة لفلسطين إذن هناك تدورات جديدة على المشهد اليمني وأهمها الزوارق المسيرة التي تحدثنا عنها قبل قليل وكذلك التظاهر المليونية التي شهدتها العاصمة الصنعاء والتي مثلت رسالة للإدارة الأمريكية مفادها أن هذا الخروج المليوني في اليمن يعني أن أمريكا لا تواجه حكومة أوفئة بل تواجه العشرات من ملايين الشعب اليمني بتاريخه المليء بالانتصارات وإلحاق الهزائم بالمعتدين حتى أصبحت اليمن تسمى بمكبرة الغزاة وهي رسالة يجب على الإدارة الأمريكية بحسب ما قال السيد سماحة السيد حسن نصر الله أن الخروج المليوني في اليمن قدم رسالة يجب أن تفهمها الإدارة الأمريكية جيدا أشكركم على حصي المتابعة والإطراء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص صحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته